اقتطفنا من كل بستان زهرة من روائع الزهور والورود لتبتسم الشفاة وتحلو وتصف الحياة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كم هو جميل أن يكون لكل شخص بصمة بصمة في الحياة بصمة جميلة يودعها في الآخرين فتترك أثرا طيبا له كل ما تذكروه فما أجبل أن تكون لك بصمة في حياة والديك حلقتنا اليوم بعنوان من أجلك يا والدي أحبك حبا لا يعلم به إلا الله عز وجل أحبك بكل ما تعنيه كلماتي فخري وعزي بأن اسمي يوجد فيه اسمك حفظك الله من كل سوء قال صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالد وصخط الرب في صخط الوالد رواه الترمذي إبراهيم عليه السلام بلق بره بأبيه مبلقا عظيما والحوار القرآن الذي جرى بين نبي الله إبراهيم عليه السلام وأبيه في سورة مريم يا أبتي لا تعبد الشيطان يقول له إبراهيم يا أبتي يحذر أباه أن يقضب الله يخاف عليه أن يكون وليا للشيطان وعصيا للرحمن ومعلوم أن الشيطان مذموم بكل حال والرحمن ومدوح بكل حال فكيف يرضى عاقل بأن يعصر رحمن ويكون وليا للشيطان استمع لهذه القصة وخذ منها عبرة تبين لنا إننا لا نستطيع أن نقدم لأبائنا ما قدموه لنا فلنبر بهم وندعو لهم ونستغفر لهم أحياء وأموات ولد صالح بار بأبيه كان يبدل جهده لينال رضا الله ويكتسب محبة والده في يوم من الأيام أعجبه بره بوالده اقتر بكثرة إحسانه إليه وجميل فضله عليه فقال لأبيه إني أريد أن أصنع بك من البر والخير أضعاف ما فعلته بي في صقري من الجميل والإحسان والله لا تطلب شيئا مهما كان عسيرا إلا يسرته لك أو بعيدا إلا قربته منك كان الوالد حكيما مجربا فلم يشأ أن يصدم ابنه في مشاعره أو يجرح حساسه ووجدانه قال له يا ابني لست أشتهي شيئا في هذه الحياة إلا رطلا من التفاح أسرع الإبن وأحضر له أرطالا من التفاح ووضعها بين يديه وقال خذ منها حاجتك أو خذها كلها فإذا فرقت من تناوله أحضرت لك أضعافا مضاعفة فأنا أقدر على كل شيء تطلبه قال الأب هذا القدر من التفاح كفاية لنفسي وسد حاجتي ولكن لا أريد أن أكله هنا لا تطيب نفسي إلا بتناوله فوق قمة هذا الجبل فاحملني إليه يا ابني إن كنت باظا به قال الإبن لك هذا ثم وضع التفاح في حجره وحمله على كتفه وصعد به إلى الجبل حتى وصل إلى أعلى أجلسه في مكان مريح ووضع التفاح بين يديه وقال يا أبتا خذ حاجتك منه جعل الوالد يأخذ التفاح لا ليأكله لكن ليرمي به إلى أسفل الجبل فإذا فرق منه أمر ابنه أن ينزل فيجمعه له وتكرر ذلك ثلاث مرات كلما قذف به الأب يعيده الإبن في المرة الرابعة نفد صبر الولد وضاق صدره وأخذ يتمتم مقتاضا فطن الأب إلى الغضب في وجهه ربط على كتفه وقال له لا تغضب يا بني في هذا المكان نفسه ومن فوق هذا الجبل كنت ترمي بكورتك فأنزل مسرعا لا يعيدها ما أخذني الملل ولا أجهدني التعب حرصا على إرضائك وأنت صغير مهما أعطيت وقدمت وأنفقت لن تستطيع أن تفي حق أبيك وأن تؤدي شكرة على الرغم من ذلك وهو في هذه السن الكبيرة سن الشيخوخة يرضى ويسعد بلمساتك الرقيقة الممتزجة بالحب والحنان واللطف والود والرحمة وتكسب دعوته لك وتنال رضا الله لرضاه عليك وتفوز بمكان في الجنة كيف تبر أباك في حياته إحسان القول الذي يدل على الرفق والمحبة تجنب قليض القول عدم رفع الصوت فضلا عن ترك السباب والشتائم المنادات بأحب الألفاظ إليه لا يناديه بإسمه يقول يا فلان بل يقول يا أبي رأى أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه رجلا يمشي خلف رجل فقال من هذا قال أبي قال لا تدعه بإسمه ولا تجلس قبله ولا تمشي أمامه طاعتهما فيما يأمرانه به إن كان مباحا في الشريعة لا يحذيه في المشي بل يتأخر عنه إلا في حالة الظلام وخشية الأذى فإنه يمشي أمامهما ليستكشف الطريق روي أنه قيل لعمر بن زين كيف بر ابنك بك قال ما مشيت نهارا قط إلا وهو خلفي ولا ليلا إلا مشي أمامي ولا رقى سطحا إلا وأنا تحت الإحسان إلى الوالدين يتواصل حتى إلى ما بعد موتهما كيف يكون برهما بعد موتهما الدعاء والاستغفار لهما لما روي مسلم في صحيحه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من أعظم حقوقهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما عليك بإكرام صديقهما وصلة أهل ودهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه رواه مسلم وهذا يؤكد حرص الإسلام على العلاقات الطيبة التي تستمر آثارها لما ينتج أسرة ومجتمعا متماسك البنيان أيضا التصدق لهما وإقامة الأوقاف لهما فقد روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفت أصدق عنها؟ قال نعم فمن ذلك إقامة المساجد وحفر الآبار وطباعة الكتب والأوقاف الدعوية وقيرها من أعمال البر من أجلك يا والدي الوالد هو خبرة الحياة التي يحتاج إليها الأبناء لحل ما يواجهونه وما يقابلونه من صعاب وحداث جمة ومشاكل الأب هو الذي يسعى ويتعب من أجل توفير حياة تسعد بها أسرته هو مصدر الأمان والاستقرار لكل أفراد الأسرة نسأل الله أن يجعلنا ممن بر والده في حياته وبعد موته ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو القفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفروا وتوبوا إليك